مرحبا برج الحوث أهلا بكم وعندنا الكيمياء يحس هذا الكرت حق وضعكم سيتكلم عن تأثير جدا قوي تعرف بعض المواد الكيميائية إذا خلطناها مع بعض في الوقت المناسب في الظروف المناسبة نقدر نحصل على تفاعل هاي الكلمة اللي أبيها تفاعل تأثيرك في الفترة القادمة رح يكون وايد كبير ضخم أوكي مفاعل نووية شلون شي مادة صغيرة من اليورانيوم تسوي كل هاي الطاقة تسوي كل هاي التهديد تسوي كل هاي لا تنسى عندك القرش هنا تأثيرك ضخامتك ثباتك حتى سهولة حصولك على الأشياء اللي تبيها من الحياة من الشريك بشكل عام رح تكون وايد أقوى مضاعفة مو مضاعفة بواحد واثنين وعشرة مضاعفة بأرقام جدا كبيرة فكون حريصة أنت في الفترة القادمة تستخدم هاي الطاقة لمصلحتك أحس هنا عندك نوع من العصبية الطاقة الشريسة اللي تطالع لأنا لا تنسى عندنا قرش يمكن صبرت على وضع على شخص لفترة طويلة وصار عندك جدي لحظة غضب لحظة عنف تجاه أحد لحظة كره حتى عندك كره فعلى الأقل لأنه هنا في عندنا نار لا تنسى على الأقل هذا الكره هذه العصبية استخدمها لمصلحتك استخدمها أن أنت تفيد نفسك لأن هاي نوع من الفرص مضل معنا طول الحياة هذه نوع من الطاقة اللي اتي تقعد معنا في أفضل الحالات لمدة شهر شهرين وبعدين ترد تخف ونرجع إلى طاقتنا الطبيعية برج الحوت أنت بعادتك هادئ أنت بعادتك خفيف خفيف أن تنهضم مع الناس ولكن رح يكون جدا كلمتك جدا مسموعة الأنظار تتطلع إليك في الفترة القادمة حتى الشريك ينتظر منك أنت التعليمات ينتظر منك أنت تعطي علامة الرضا هاي اللي أبي أقولك هي شريكك عند الدولفين حيوان أحب الحياة الاجتماعية أحب الاجتماع يريد أن يجمعك معاه في ظروف تليق فيك هاي اللي قاعدة أتشوفه عندنا هني الدولفين ومعاه ثلاثة الأكواب تحت الخصم أو الطرف الثالث عندنا دودة الأرض في شخص ولكن تحت دودة الأرض ملكة النار في الماضي نتكلم عن الماضي هذا الشخص كان تهديد مو لعلاقتكم ما حس تهديد للعلاقة نفسها تهديد للسعادة دائما يوجد طريقة أن يتعسكم فيها يدخل الكدر على حياتكم أوكي خليكم تفكرون يخليكم تتعبون يخليكم تخافون طاقته طاقة الماء اللي طارقها هني عندنا وايد واضحة التخوف عشان كذي ممكن صدرت منك ردة تفعل شوي عنيفة أو رح تصدر منكم لما أتكلم عن الطاقة هني ممكن أن بعضها صار في الماضي بعضها قاعدة يصير في الحاضر أو كلها رح تصير في المستقبل أنتو اللي لازم تعرفون شنو من الطاقة قاعد يتحقق وشنو رح يتحقق باشر وتشكلون القراءة بما يناسب وضعكم مع الشريك لكن هني هذا فيها لحظة لحظة خروج القرش من الأعماق إلى السطح يبرز هذا الجناح اللي عنده يبرز هاي الجزء منه ويكشر عن أنيابه ويعصب يأنك قاعد تدافع تدافع عن حقك بأنك تكون سعيد مع الشريك ما دري يمكن هذا الشخص احتمال الأم أب شخص جدا قريب منك ومن شريكك شخص رقم واحد اثنين من أولوياتكم ولكن دائما يعتبر نفسه أنه لحق أنه يدخل بهاي الصورة صورة ملكة النار يدخل ويتأمر ويبدي رأيه بدون ما يفكر أنت شنو تبيه مو مهم بالنسبة للطرف الثالث ما ياخذ بعيني الاعتبار أن أنتو الشريك لكم حياتكم الخاصة ما يحترم الحدود وانت هني كله تتكلم لي أحس عن الحدود وعن شنو من حقي وشنو مو من حقي شنك قاعد تقول لي هاي في تكشيرة الأنياب أن أنا بورج الحوت هذا هو وقتي الخاص في أحد يبي يتعدى على وقتك ولكن حقيقة هذا الشخص أو الطرف الثالث جبان لأن أحس من أول تكشيرة أنياب صار عنده انسحاب دودت الأرض من أقل الحيوانات في السلسلة الغذائية وحتى طاقة فيها طاقة انسحاب طاقة خوف طاقة ما أريد أني أواجه فتتعامل مع طبيعة إنسان جبان مش شجاع ما رح يواجه ولكن في نفس الوقت يمكن لما تأمن له تشوف منه تصرفات ما توقعتها فما تقدر تعطيها الثقة ولكن في نفس الوقت له هو إنسان جبان شريكك عنده الدولفين وايد مهتم لما أشوف حيوان جدا فيه الكثير من المتعة الألوان هنا الألوان اللي مجتمعة في دودة الأرض مع الدولفين إحسستني أن الطرف الثالث كأنه من أهل أو جاي من طرف الشريك ما من طرفك أنت أوكي وهذا الشخص بطبيعة ترى إنسان جيد يعني بشكل عام في الحياة مو إنسان سيء أو سيء السمعة أو إذا سألت عنه رح يقول لك هذا فلان نصاب مو نصاب ولكن عنده حب التملك طاقة النار موجود في حياة شريكك احتمال قبل ما أنت تكون موجود من الأهل من الأصدقاء فهني يعتبر أنه لاحق تملك وبقول لك شغلة يمكن أنت يا برج الحوت لو ما اخترت هذا الشريك لو ما كنت مع هذا الشريك ما بيكون هذا الشخص عنده مشكلة معه أوكي مشكلة أنك اخترت شخص مقرب منه وهو هي عنده نوع من طاقة الحماية دودة الأرض ملتفة على نفسها تب تحمي وكي عندها خوف على شخص تحبه شريكك عنده الدولفين احتمال أنك تتعامل مع برج مائي لأنه عندنا تحت هواية طاقة الماء الدولفين أيضا مائي وانت أيضا هني عندك قرش مائي عندنا حوت سرطان أقرب أو شخص طالعه يمكن قمره في هاي الأبراج وكي انت كل تفكيرك في الفترة القادمة رح يكون تجاه شنو ردة الفعل أو شنو المواجهة اللي لازم أسويها لآخر مرة عشان أبين حق هذا الشخص الطرف الثالث إنه مو مسموح له يظل يتدخل في حياتنا فيه تدخل فيه تدخل أوكي كل ما تمشي خطوة مع الشريك يأتي هذا الشخص يتصرف كأنه هو مستشار أو مشرف ويريد أنه يعرفوا التفاصيل ويعطيكم الموافقة حتى لو أساسا أنتم مطالبين الموافقة مننا هذا الطاقة المستقبلية أحسا عندكم الكوب الأول ستة الخماسيات وسبعة سبعة السيو في هذا الكرت أحس هذه هي اللحظة اللي برج الحوت قرر أنك ما راح تضل فيها تدور وتلف الأعماق أعماق المحيطة هنا في الظلام راح تظهر إلى العلن راح تظهر غضبك تظهر حدودك أوكي تظهر للشخص هذا مثلا أنه وتعدد حدوده في الفترة القادمة هذا الشخص دائما ينجح لا تأثير ترى هو بعد لا تأثير وتأثيره يلعب في طاقة الماء طاقة المشاعر يعرف شلون يحسسكم بالذنب أنت والشارك حتى لو ما تساوون شي غلط عنده هنا دائما طريقة مدخل يحسسكم فيه أنه أنتو كأنما غلطوا في حقك تصرتوا معاه أخذتوا شي مو من حقك يلعب على هذا الوتر فكن حذر ستة الخماسيات مع الكوب الأول برج الحوت بغض النظر عن شوية العصبية أو الشراسة اللي راح تظهر منك أو ظهرت أورجي في الفترة القادمة في عرض بداية جدا جميلة بداية هاي البداية المطلوبة بداية يجتمع فيها الحب والحبيب والشريك والاستقرار في البيت من الكرتات اللي موجودة جدامي أحس استقرار في البيت استقرار في الأمور المادية جدا وفرة في المادة في الفترة القادمة خصوصا من شريكك تجاهك أنت خصوصا إذا عبرت لأن أنت هنا القرش اللي كان موجود في الأعماق يظهر إلى السطح خصوصا إذا تكلمت تواصل تعبرت لشريكك أن أنت مثلا تريد سيارة أفضل أو تريد سيارة من الأساس تريد وسائل راحة أفضل لحياتك رح يستطيع شريكك في الفترة القادمة أن يوفر لك أفضل سوء للراحة ستة خماسيات مع الكوب الأول مو بس يكون موجود في حياتك ولكن يعيشون في فقر أو في حاجة أبدا أموال يجتمع مع راحة حب يجتمع مع راحة مع بريستيج هاي اللي أحسه طاقة بريستيج لسبب ما حتى لو أنتو الحين أنا ما قاعدة أقول ما في صعوبات مادية معنى هذا طاقة مستقبلية لو أنتو الحين تعانون من صعوبات مادية أو الأمور مو مستقرة 100% ماديا في سوء للراحة في حياتكم أنت والشريك في الفترة القادمة رح يكون فيه انفراجة كبيرة لأن أشوف هنا الدولفين كأنه مفتخر ومستمتع أنه يقدر يقدم لك هذا الشيء فرح يقدر يقدم لك الكثير في الفترة القادمة عند ملك الأكواب كرت العربة برج السرطان وثلاثة الأكواب رح يتباهى فيك ويحرص أنه يجمعك يمكنها بسبب هاي الخلاف اللي صاره وراح يصير رح يصير فيه انشقاق في العائلة انشقاق بين الناس اللي محيطين فيكم ناس ياخذون حزبك ناس ياخذون حزب أو طرف يقفون إلى جانب الطرف الثالث هنا رح يحرص هذا الشخص ترى عنده نوع من الحكمة شريكك رح يحرص أنه يجمعكم فهاي النقطة بيوضحها لك يا برج الحوت هذا الشخص ما رح ينقطع من حياتكم شريكك عنده فكرة جدا أفلاطونية عن كيف تبدو الأسرة السعيدة ما يحب أن يكون فيه شخص مو موجود حتى له هذا الشخص مؤذي مثلا حتى له هذا الشخص ظالم على الأقل يكون موجود معانا في الفرح يمكن أنتم مقبلين على فترة خطوبة فترة دواج فترة كتب كتاب أتشوف هنا حفلة صغيرة ولكن في هاي الحفلة الصغيرة يقدم لك الشرك فيها الكثير كثير من الاعتبار الامتنان الاحترام الهدايا سوبة للراحة يعني ما أحس هنا أنه مثلا عندكم طاقة أنه على طول تنتقلون من مثلا علاقة إلى زواج لا أول مرحلة أتوها طاقة أول مرحلة خطوبة كتب كتاب يقدم لك فيها الكثير من الهدايا من الاحترام يدخلونه محملين بالهدايا أهلا يمكن هذا الشخص أحد من أهلا ولكن أحد مؤذي أحد شوية متحكم أو دائما له رأيه يبقى كل شي يمشي على رأيه الخاص في الفترة القادمة خذ بعين الاعتبار أن شريكك هذا تفكير عن الأسرة السعيدة أنه حتى في أفراد بعض الأصدقاء أو الأهل اللي ما نتفوق معهم 100% بس رح يسعد مثل ما أهوهني في الفترة القادمة رح يسعدك كثيرا وهو اللي رح يسعده أن أنت تغض النظر أن أنت أيضا تدخل في طاقة على أقل عدم مواجهة مكشرة عن أنيابك ولكن على الأقل ما تمثل تهديد أنت بعد عدم مواجهة إذا أنت أيضا دخلت في طاقة عدم المواجهة شريكك رح يكون سعيد أكثر ويقدم لك أكثر تقوى علاقتكم للأفضل عندنا العربة التحرك إلى الأمام كأنما مادر ليش هنا أحس في شيء يخص سبل المواصلات أو راحتك أنت العملية طريقة ذهابك إلى العمل طريقة ذهابك إلى الجامعة رح يحرص الشريك في الفترة القادمة يكون إما هو الشخص اللي يوصلك إما يوفر لك سيارة جديدة إما يوفر لك أموال يوفر لك شيء يسهل عليك شيء كبير في حياتك مثلا أنت وكي هنا أحس عندك طاقة قاعد تتسلق سلم الحياة العملية والنجاح أوكي فهو هنا يعطيك يقدم لك يستثمر فيك شريكك في الفترة القادمة استثمار كبير عشان إنه مؤمن فيك لأنه عندنا ملك الأكواب الملوك يطهرون حبهم بطريقة عملية هذا مو طبيعة الشخص أو مو نوع الطاقة اللي بيقعد يتكلم معاك طول اليوم في التلفون ويقول لك كلام شاعري لا هذا الشخص اللي رح يتصل فيك يسئلك فعلا عن أخبارك يأخذ أي شكاوة عندك أو أي ملاحظات أنك تعبان ناقصك كذا محتاج كذا يأخذهم بعين الاعتبار وعقف فترة قصيرة يوفر لك كل اللي أنت قلت تحتاجه كل اللي أنت قال لم تعبك أو كل اللي أنت اشتكيت منه ما عدا التخلص من هذا الشخص فكون ذكي في استخدام طاقة الشريك في الفترة القادمة أقدر أوفر لك كل شيء كل شيء في يدي كل شيء أملك سلطة عليه من طاقة وقوفي معاك دعمي لك بالمادة وبالدعم المعنوي أقدر أوفر هذا الشيء أقدر أكون جدا حضر في حياتك أقدر أكون معاك على نفس الكفة متفقين 100% في الفترة القادمة أشوف وايض طاقة زرقاء هنا يحلكم طاقة 100% اتفاق 100% ممكن شريكك يكون أيضا برجة مائية ولكن مش شرط أبدا مش شرط ممكن برجة ترابي هو ماخذ هنا من عكس الطاقة أوكي خلنا نشوف آخر شيء عندنا ملكة النار عشرة السيوف السيفين أحس هنا في سيناريو السيناريو الأول إذا فعلا انفقت أعصابك ومرت بهاي مرحلة العصبية أمام الشريك وتجاه الطرف الثالث رح يأثر الشيء هذا سلبا عليك ولكن إذا أنت أيضا دخلت في طاقة عدم المواجهة اللي أتشوف أنه مو بس رح تقدر تحصل كل هاي الامتيازات من شريكك ولكن أيضا الطرف الثالث ما رح يكون عنده خيار إلا أنه ينسحب فور فيد ما عنده خيار ما عنده مجال أنه يظل يبديرايا خلاص يتوقف الشيء فيدنا وقف عندنا عشرة سيوف انتهاء انتهاء وشخص واقف مو عارف شلون يتصرف مو عارف حتى شنو خطوتها القادمة كأنما ما في خطوات قادمة توقف الشيء dead end نهاية مسدودة للطرف الثالث أوكي فبس تحذيري لك في الفترة القادمة أن تأثيرك تأثير كلامك شكاويك توطيد علاقتك مع شريكك رح تكون جدا قوية عندنا الكيمياء جدا قوية فاحصل على كل الامتيازات اللي تقدر تحصلها ركز على علاقتك بالشريك أفضل ما تستثمر كل هاي القوة اللي رح تي في طريقك كل هاي التركيز اللي تملكه في الفترة القادمة أفضل ما تصرف على الطرف الثالث لأن شذيه ولا شذيه ما رح يكون عنده خيار إلا أنه ينسحب في الفترة القادمة عزيزي برج الحود هذه كانت قراءة ترجمة نانسي قنقر